ردود فعل واسعة أثرتها الأحداث الأخيرة في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل وسط تحذيرات من التصعيد إقليميا ودوليا على الصعيد الإقليمي حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان ربما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وتؤكد مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيب ويلات الحرب كما ناشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين كما جددت مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة ومن لبنان أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات دبلوماسية وسياسية في إطار متابعة الأوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان مشددا على أن الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 على الصعيد الدولي كانت أبرز ردود الفعل تنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالهجوم الدامي في مرتفعات الجولان المحتلة داعيا جميع الأطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس مجددا المطالبة بتجنيب المدنيين تداعيات العنف الذي يسود المنطقة أما الولايات المتحدة فقد عبرت على لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكين عن رفضها لتصعيد الصراع وتمدده وسعيها في إجراء محادثات مع إسرائيل حول هجوم الجولان مشددا في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة من شأنه الإسهام في تهديئة الوضع على حدود إسرائيل مع لبنان وزير الخارجية البرطاني ديفد لامي من جانبه ندد بالهجوم على هضبة الجولان معبرا عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى إشعال المزيد من العنف إزاء خطر المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار دعوات دولية وإقليمية تطالب بالتهديئة وعدم التصعيد على الحدود الإسرائيلية في لبنان تجنبا لاندلاع جبهة جديدة للصراع في منطقة تعاني أوضاع حرجة على الأصعيدة كافة